سقط صاروخ باليستي أطلقته مليشي الحوث الإنقلابية بالقرب من تجمعات سكانية في مدرية الوادي بمحافظة مارب وقال سكان محليون أن الصاروخ سقط في مكان فارغ بالقرب من تجمعات سكانية ومخيمات للنازحين جنوب شرق مدرية الوادي وأضافت المصادر أن الصاروخ لم يحدث أي أضرار مادية أو بشرية وكان خبراء يتبعون قوات الأمن وصلوا لموقع صغوة الصاروخ وحملوا الأجزاء التي بقيت منه إلى الجهات المختصة لمعينتها يذكر أن هذا الصاروخ هو التالي الذي يستهدف مدرية الوادي خلال ثلاثة أيام فقط فيما استهدفت عشرات الصواريخ الحوثية مدينة مارب مركز المحافظة المكتظة بمئات الآلاف من السكان ومن النازحين خلال الفترة الأخيرة